اشتركوا في القناة اكدته الدكتورة جميلة سلمان استشارية الامراض المعدية والامراض البطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا حيث اشارت الى ان التطعيم يرفع الاستجابة المناعية للجسم ويخفف الارض والمضاعفات المصاحبة للفيروس عند الحالات القائمة ما يسهم في الحفاظ على سلامتهم وسلامة الجميع تائج التوصلنا اليها في مملكة البحرين والتي تحققت تتطلب المواصلة بنفس وبذات العزم والاقبال على التطعيم وعلى الجرع المنشطة منه لما اثبتت منه المعلومات الموجودة عندنا في مملكة البحرين وعلى المستوى العالمي من فعالية التطعيمات الموجودة والجرعات المنشطة وقالت السلمان ان هناك اقبالا على التطعيم الفئة العمرية البالغة من العمر 3 الى 11 عاما ممن يعانون من ضعف المناعة بتطعيم سينوفارم كما تم تحقيق النجاح في تطعيم الفئة العمرية من 12 الى 17 عاما لاخذ احد التطعيمين سينوفارم او فيزر بيونيتيك المتاحين لهذه الفئة العمرية ما ابرز حجم وعي الاهالي وادراكهم باهمية التطعيم من اجل الحفاظ على صحة ابنائهم واكسابهم المناعة التي توفر لهم الحماية اشكر الذين بادروا بالتسجيل وطبعا هذا التسجيل لما يدل على ادراكهم ومعرفتهم بان في هذا التسجيل واخذ اللقاح حماية لهم ولابنائهم ولأسرهم للتقليل من الاصابة بكوفيد 19 ورفع مناعة اجسامهم في مواجهة هذا الفيروس واخذت السلمان اولياء الامور على المبادرة بتسجيل ابنائهم لاخذ التطعيم مشيرة الى اهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والقرارات المعلنة عنها في المدارس والمؤسسات التعليمية من اجل الحفاظ على سلامة وصحة الجميع كي تشهد المرحلة القادمة بتكاتف الجميع تقدما اكثر في التعامل مع الفيروس